موسيقى لو لم يكن هناك ديانات في العالم، كيف سنعرف الصح؟ لو أنه سمير ولد في مجتمع ومحيط فكري لا يؤمن بأي دين ولا بالأنبياء ولا بأي شيء، هل يكون عنده أخلاق؟ أم أنه حياة الناس في هذا المجتمع تكون كلها قتل وحروب وسرقة وفوضى؟ لا نأخذ صوت تجربة فكرية، يعني سيناريو فردي محدد أكتر بشوي بجوز يسهل علينا تخيل السؤال ويوضحه أكتر لو كان سمير هذا الذي لم يكن يعرف شيء عن الدين، وقفه الشباك بغرفة بأوتيل، ولاحظ أدامه زرين طلع على واحد فيهم، رأيت أنه مكتوب عليه أن يعطيه مصاري، ضغط عليه، أو بالفعل يأتي رسالة على التليفون ويتحول حسابه قليلاً طلع على الزر الثاني الذي يرى ما يعمل، أو رأيت مكتوب عليه هذا الزر لإنقاذ الشخص الذي يغرق يتسأل سمير، لماذا هناك أحد يغرق؟ أم يبين الشباك قدامه أحد يغرق بمسبح الأوتيل؟ سمير الآن أمام قرار أخلاقي، هل يترى سيجاهل غرق شخص آخر؟ كرمال لا يضيع المبلغ المادي الذي يمكن أن يحصل عليه إذا ظل يضغط الزر الأول؟ أم سيضغط سمير الزر الثاني لينقذ إنسان آخر من الغرق؟ أعطي أدل الجواب سهل، اليوم هناك الكثير من خلفية اجتماعية ومعتقدات شخصية فردية لا دينية ويعملوا أعمال خيرية بشكل ملهم ومثير للإعجاب والتواضع، وفيها كثير من ما يمكن أن يسمى إيثار وبالتالي نقول بثقة لا بأس بها بأن سمير بمثالنا، الذي ولدنا بالمجتمع اللا ديني الذي افترضناه، ممكن كثير أن يضغط الزر الثاني وينقذ حياة الشخص الذي يغرق لكن يمكن أن يأتي بصابر، يعترض على هذا الكلام ويقول حتى لو كان هذا الشيء صحيح، لإلهة أو الآلهة اللي أنا بأمل فيهم، بلغوا منزمان بطريقة ما الأنبياء اللي أنا بأمل فيهم وعلموهم شو الصحيحة أخلاقيا وشو الخاطئ، وهي القيم ضلت عند البشرية كأثر لانتشارة ديانات اللي أنا بشوفها للجدمة وصحيحة وهذا اللي بيخلي حدمة السمير اللا ديني اليوم يأخذها لقرار الأخلاقي، بفضل على كل حال ما زال للدين الحقيقة يا صبر في شغلك زدنا عليك فيها، السيناريو اللي حكينا عنه من قليل ما كان عن سمير بل كان عن جيري باليبان من كم سنة عمده الباحثين تجربة، علموا فيها الفار كل زرش اللي بيشتغل بحيث تعلم أنه عندما يضغط على شي بيحصل من خلاله على طعام بيحبه أما الشيء التاني يتضغط عليه بينقذ فار تاني من الغرق ولما كان السياق بأنه جيري مضطر يختار بيناتهم، أخذ الخيار التاني وأنقذ الفار من الغرق هل تحب اسمك يا صابر؟ صابر أنا صاحب الفيديو وأخبرك ماذا أريد أن تحب اسمك أو لا؟ لو أهلك سموك ماجد، كنت ستضل على الاسم، أو ستغيره وتحوله لصابر؟ صابر أنت تحب دينك؟ لا أقصد شيء، لكن ذكرك بأن الأيام التي تعلقت فيها باسمك أو بدقة أكثر، ربطت هويتك وشعورك بالأنا باسمك بتشكل نفس الفترة اللي ربطت فيها هويتك بدينك، أين كان هالدين؟ حتى لو تغيرت بعض تفاصيل تدينك وفهمك الخاص لدينك، بين هداك الوقت واليوم، للحجج اللي أنت بتشوفها منطقية، وبتدافع فيها عن صحة دينك وأفضليته عن البقية، كلها إجت بعد هاد الشعور بالانتماء، ما قبله طبعاً فيه استثناءات وفيه ناس بغيروا دينهم واسمهم بعد عمر طويل، ولكن أغلب أغلب الناس ما هيك وضع لنفهم أكثر منشأ الأخلاق، من المفيد نطلع على كائنات غير مطلعة على أي شيء، اسمه دين، ولا حتى على ايديولوجيز أو فلسفات أخرى، وهالكائنات هن لحيوانات غير البشرية وأطفال البشر، لنأخذ أول شيء الأطفال، سنبدأ بأشياء بسيطة، ونتدرج منها شوية شوية لأشياء معقدة، الأطفال بيبكوا لما يسمعوا أطفال آخرين عم يبكوا، بل ولما بتسمع البيبي يا أما تسجيل لبكاءه أو تسجيل لبكاء أطفال آخرين، الردد فعله بتكون أكبر لما بيكون التسجيل اللي عم يسمعه في صوت بكاء أطفال آخرين، البيبي إذا بدأت من عمر السنة تقريباً، عندما يرى شخص يعبر عن مشاعر حزن، بحاوله يواسوه عن طريق ملامسة لطيفة أو أنه يعطوه لعبة مثلاً، يعني هن مهتمين بأنه يحاولوا يخففوا من حزين الشخص الآخر، منشوف بهذا الفيديو كيف أن الطفل لاحظ أنه في حدا ما يقدر يحقق هدفه لوحده، فقام الطفل لحاله ليساعده، بدون ما أحد يطلب منه الطفل هالشي أو يدربه أو يكافؤوا عليه، وبهذه التجربة، أعرضوا قدام الطفل الشي اللي عم تشوفوا بهذا الفيديو، لاحظ في شكل متعاون وعم يساعد، بينما الثاني حقير ومعيق، بعد ذلك، بيروحوا لعند كل طفل وبيخيروه ليشوفوا أي شكل بيحب أكتر، الأغلبية العظمة من الأطفال يلي أعمارهم ست شهور أو عشر شهور، اختاروا يلي بساعد، وطبعا العلماء قلبوا بين الأشكال والألوان ليتأكدوا أن الشغلة لا ينهى أن وضل الطفل يحب المثلثات أكتر أو اللون الأحمر أكتر، وبتكرار عدة أشكال من نفس التجربة، ظهر بأن الطفل رح يفضل الشكل المساعد حتى لو كان الخيار الثاني هو المحايد، بينما عندما يكون الخيار بين المحايد ويلي بيعيق، بيختاروا المحايد، يعني وضوحا ما بس بيحبوا يلي بساعد، لا وكمان في نفور من الجهة يلي بتشكل إعاقة للآخرين، ولما فرجوا أطفال بعمر الخمسة شهور هذا الفيديو، اللي بتلاحظ فيه إنه في واحد حباب، وواحد لعين وحرامي بيسرق الطابة ويمشي، لما بتحط هاللعبتين قدام الطفل، دايما عم يمد إيده ليأخذوا الدبدوب الحباب يلي برجع الطابة، إذن هنه بقدروا قيمة التعاون، وبينفرن الكاركتر غير المتعاون، وبتجارب أخرى، لما بيردوا قدام الطفل سيناريو فيه شخصية منيحة وتانية سيئة، مثل ما عم نشوف، هالدبدوب يساعد بفتح العلبة، بينما هذا بالعكس، يهجم ليعيق ويمنعه من تحقيق هدفه، بعدين يفرجوا الطفل إنه هالشخصيتين معهم أكلات أو هدايا أو أشياء معينة من هذا النوع، لما بيقلوا له، اختار واحد من هالشخصيتين لتأخذ منه الأشياء اللي معه، دايماً عم يأخذ من السيد، أما لما بيقلوا له، اختار أحدهما لتعطي شغلة من عندك، بيعطيها للجيد، بكلمات أخرى، الأطفال هون وضحوا بأنه عندهم ميول ليكافؤوا الشيء جيد، والسلوك الحسن، ويعاقبوا السيئ، وهذا شيء مهم بالأخلاق، هذا الفيديو تصور لاحقاً كرمال برنامج تلفزيوني، لكن بالتجارب الحقيقية، طبعاً الأجواء أدق من هيك، والغرفة ما فيها ألف واحد، وما بصير اللي يخير الطفل يعرف أي دبدوب أصلاً كان متعاون خلال العرض، بل حتى الأم ما كان بصير يكون عيونة مفتحة لما البابي عم يختار، بتجارب أخرى، لما بفرجوا الولاد عدة سيناريوهات مثل الصورة التي يراها على الشاشة، بحيث أحياناً بيكون في عدم مساواة بتوزيع الأكل بالصحون، وأحياناً أخرى بيكون في مساواة، الأطفال بحالة التقسيم غير العادل، بصيروا يحطقوا لوقت أطول، بالتحديق لوقت طويل عند الأطفال، معروف بأنه بيعني أنهم شايفين الوضع غريب، وهالشي ظهر عليهم فقط في حال وجود أشخاص على الطاولة، ولكن عندما عادوا تجربة بنفس توزيعات الأكل على الصحون، لكن بدون بشر قادين على الطاولة، اختفى أثر التحديق الطويل تماماً، ما يعني أنه الذي يصير ناتج عن توزيع غير العادل، الذي يحرك شعور الطفل بالعدل، ويستغرابه عندما يكون العادل حاضر، آخر واحدة، ويمكن أثقل وأهم تجربة بهذه الفقرة، كمان سيناريو في دمية عشاك الفيل جيد ومتعاون، ويساعد على فتح السندوق، بالتجربة، الطفل بعد ما يشوف هالكلام، بيشوف واحدة من تكملتين محتملتين لهذا السيناريو، بالأولى، بياخدوا الفيل المتعاون من أول السيناريو، ويضعوا بسيناريو جديد، بحيث فيه شخصية بتكون لطيفة معه، وبترجع له الطابق، وشخصية تانية تاخده منه، ولحد هون متن ما فينا تتوقع، أغلب الأطفال، سواء بيعمر خمس شهور أو ثمان شهور، فضلوا الشخصية التي تعاونت مع الفيل الاجتماعي الحباب، لكن بالتكملة الثانية للسيناريو الأساسي، بياخدوا الفيل السيئ من التجربة الأولى، ويكملوا بنفس الطريقة، والسؤال هون، هؤلاء الأطفال سوف يفضلوا الشخصية التي كانت منيحة مع هذا الفيل السيئ؟ أم التي تعاملت معه بشكل شبيه، بيالتي تعمل فيه بالسيناريو الأول؟ بالنتيجة، الأطفال بعمر الخمس شهور، بفضلوا الشخصية التي تساعد، مما هم التي تلقى المساعدة منه، منيح أو ممنيح، أما هم الثاني شهور، ففضلوا الشخصية التي كانت غير متعاونة مع الفيل الغير الاجتماعي، يعني بهالعمر صاروا يشوفوه كشخصية شخصية لا اجتماعية وغير متعاونة، وبتستحق تم التعامل معها بالمثل، معناها بثلاثة شهور فرق بالعمر، بين الخمس شهور والثاني شهور، شيء ما ينمو بمخ الإنسان، ويصير بيفهم الفعل، ما بس من ناحية أثره على الشخص المستقبل الذي يقع عليه الفعل، بل أيضا على المستقبل كفرد، كيف تطور البيولوجي ممكن يعطينا هذه الأخلاقيات التي تحتاجها اهتمام بالعدل، وعقاب الأنانية، وحب التعاون، لحتى نفهم الموضوع، يمكننا أن نفهم شيء بسيط اسمه، معضلة السجين، أنت ورفيئك سأتوا بانك، لم تسكوكم الشرطة هرباني، لكن الكاميرات لم تلقتكم، وليس هناك دليل أكثر عليكم، وضعوا كل واحد منكم بغرفة بشكل منعزل عن الثاني، وقالوا له، إذا أقريت أن رفيئك هو الحرامي، وهو ما قال عنك أنك حرامي، منطلق صراحك، ومنحبسه ثلاث سنين، وإذا أقريتهم على بعض، منحبسكم ثلاث سنتين، أما إذا ولا واحد فيكم حكا على الثاني، منحبسكم ثلاث سنة واحدة، الخيار ما سهل، ما أنك واثق من رفيئك تماما، وبالأخير، هو بده يفكر بحاله، إذا ضليت ساكت، في مخاطرة تنحبس أطول فترة، لكن في احتمال كمان تنحبس أقل فترة، لا، وشيطانك عم يقول لك إذا فستت على رفيئك، وهو ما فسد عليك، بتروح أنت على البيت حر طليق وهو يصطفل بالسجن، هون المعضلة، بس تخيل لو عم تلعبوا أنت وهو بشروط شبيهة على بولد جيم مثلا، وبدل سنوات سجن، لا، عم تجمعوا نقاط، هون القصة صار فيها فكرة أن تصرفك أنت منافسك باللعبة، بكل خطوة، رح يأثر على تصرف الآخر بالخطوة القادمة، إذا كنت في هذه اللعبة، ما هي الاستراتيجية التي تتمضى؟ ممكن مثلا تقول لي، يتعاون بالأول، ولكن عندما يخلني مرة كرمال مصلحته، لا يبقى سامحه، ويصبح عطول غير متعاون معه، أو ممكن تقول لي، لا، يعمل عشوائيا، وفي صعابة عليه، لا يستطيع يعرف ماذا يفكر، وبخربة استراتيجيته، أو ممكن تقول لي، فقط بأول اللعبة، يتعاون، وبكل الخطوات التالية، يعمل على مبدأ واحدة بواحدة، هذه الاستراتيجية اسمها تيت فورتات، وسوف نسميها بالعربي بهذا الفيديو وحدة بواحدة، الموضوع فيه كثير من تفصيل وإحتمالات، لكن ما يهمك تعرفه هنا، أنه عندما في 1980 عمله مسابقة بين مجموعة خوارزميات تلعب ضد بعضها واحد على واحد، الخوارزمية التي اعتمدت مبدأ الواحدة بواحدة، تيت فورتات، حازت على سكور الأعلى من كل الخوارزميات الأخرى، التي تبعت استراتيجيات الثانية، ما يفيد هذا الكلام بسياقنا؟ يفيد أنه فيك تتخيل هذه اللعبة كتشبيه لمجموعات من الكائنات الحية، لنقول مجموعات بشرية مثلا، إذا الفرد فيها مصلحته وغايته الأكبر هي البقاء، للوهل الأولى وبيفهم سطحي للأمور، بجوز يتهيئ لنا أن قوى الاستفاقة الطبيعي ستسوق باتجاه تصرفات غير متعاونة من قبل الأفراد، لكني للمتعلمة من هذه المحاكات، أن التصرف غير المتعاون أضعف من التصرف المتعاون المثالي لتحقيق المصلحة الفردية، لكن ما أي تصرف متعاون، بل التعاون على مبدأ محدد، تبع الوحدة بوحدة، أما لو كان في مجموعة من الأفراد مثلا بهالنظام متعاونين دائما، فهذا الشيء يسمح بأنه يتم استغلال النظام من قبل شخص لا يتعاون نهائيا، ويظل عم يحصل على ما يريد، هذا يسميه فري رايدر، هذا يركب ببلاش، يستغل إثار الآخرين، لكن لا يتعاون نهائيا، يعني يأخذ عطول، ولا يعطي، وهيك مع الوقت بتحول أفراد أكتر لنموذج الفري رايدر هاد، ولما بصير عدد الفاسدين هدول كبير، النظام هاد بالضرورة بيفشل، لأن استمراره بيعتمد على تعاون الغير، ومع الوقت هيك ما بيضل حدا يتعاون، هون حلاوة تيت فورتات، تبع الوحدة بوحدة، تعاون بسمح سوب، بالتالي ما بيسمح بفري رايدرز، هاد الشيء اسمه الإيثار المتبادل، تتذكر كل هالكلام والمعلومات في هذه الحلقة، لما تسمع الهراء، تبع أن نظريته تطور خلية العالم تقضي على بعضها، وما تساعد بعضها، وأنها تقود بالضرورة للإنانية والطمع، وهذه الأشياء، يمكن أن أحدث عن شيء اسمه مجموعة أذكار بأدمة وعبيطة، ومردود عليها بمليون طريقة من ذمان، ومن يتدعي أنها نتيجة حتمية للحقيقة البيولوجية، التي هي التطور بالاستفاق الطبيعي، أو أنه جاهل بالموضوع، أو أنه يكذب على حاله أو عليك، أو أنه لغاية في نفسه يرى نبيلة، أو أنه يرى إدراكي بفكره، خوار المعلومة العلمية من أصحابه، الناس الذين تدرسوا في الجامعات، وتستخدموا في المختبرات اليوم، نجعل أحد يغشك ويقول لك، هكذا قالوا العلماء، وشوف كيف ولماذا هم غلطانين، لا، أذهب إسمع منهم من تم العلماء نفسهم، ما يقولون؟ وفهم عليهم الإعلم، بعد أن أردوء فهمك لهالعلم، كذلك تكون رأيك بأيدك، ولم تشتريته جاهز من أي شخص، وهذا الثاني من سلسلة الأخلاق، مكتوب سلفاً، ولكن لسه لا تصور، سوف نتحدث عن إكتشافات علمية، تخصص موضوع الأخلاق، والأخلاق عند الحيوانات، وهذه الأشياء، لسه يوجد أفكار بالي تخصص موضوع الأخلاق، ويجوز السلسلة تطول معنا شوي، كوني من زمان وعدكم فيها، وللسه ما كنت تعملتها، هذا كان الفيديو رقم 71 على قناة ريبوز، وقناة صرر شغالي تقريباً أربع سنين، تكمل الأربع سنين بآخر تس سنة بعد شلت الشهور، وأنا اليوم 6 أيلول، أكمل 29 سنة، وأنا بشتغل كل شيء على القناة لحالي، وعطيها كل وقت من لما خلصت الماسترز، ومبسوط بالشغل فيها كثير طبعاً، لكن لحتى تقدر تكمل، لازم يكون الدخط المادي الذي يأتي منه، يكفي مثل أي شيء تعطيك كل وقتك، إذا متابع يوتيوبرز أجانب أو عربة، بتعرف أن مصدر دخل الأساسي، ليس الدعايات، بالنسبة لي الدعايات، ليس مصدر نهائياً، بل هو، الدعم المادي من قبل نسبة معينة، من محبيه القناة، عن طريق موقع بيتريون، بمبالغة صغيرة، على مستوى الفرد، لكنها تجمع فوق بعضها، فلما يكون عدد كافي، تشكل دخل اليوتيوبرز، أعرف ثقافة الدعم لما يحتوى على الإنترنت، لا تدرجي عنها، وليس بك في هالكام يوم، لكنني قلت أني لازم أخبركم، لأنني لا تزعلوا مني بعدين، ولا تقولوا لش، رحت فجأة، إذا وقف بعد كم شهر أو شي، أنا أكيد لا أريد أن أوقف، لكن، إذا أنت كمان لا أريد أن أوقف، فلن تضغط هنا، ون تلعب القناة، إذا أريدك، نشرحك الفيديو دائماً مشكور ومشجع، وأراك بل حد أجهاء، سلام، نشرحك الفيديو دائماً، ترجمة نانسي قنقر